بسم الله والإبناء والراحة القدس المسيح الملك اليوم يدهل لينك فهو ملك الملوك رب الأربار ملك السماء والأرض في يوم ما ضل الإنسان وبعض وصار من ضمن مملكة الشيطان سبيا ولكن حب الله للبشر لم يدرق الإنسان للسبر والموت ولكن أهو جاء ليرضوه ليرضوه إلى مملكة ولكن كان لابد أن يدفع السمن وأن يجزل نفسه وفعل هذا بحبه وبإرادته عشان كده هو اللي بيحدد كل من معين في ملء الزمان جاء في الجسد وعاش على الأرض تلاتة وثلاثين سنة أراد اليهود كثيرا أن ينسكوه ولم يستطيعوه لأنه لم تأتي ساعته بعد كل بيحدد ساح يسلم نفسه يسلم للموت ولكن بإرادته لأنه ملك الملوك ورب الأرباع نفسي في يدي ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها عشان كده أسلم ذاته فداءً عنه إلى المغهوة هو اللي سلطان فلما حان الموعد الذي سيملق به على الصريب دخل إلى هرشلين عشان يحدفت بعيد الفصح الذي كان رمزاً وإشارة لما سيتممه على الصريب طول فترة حياته على البرد في كل عيد أميروحه شلين يدخل ويخرج بصورة نادئة إلا أنه في هذه المرة كان مختلف الوضع تماماً قدف له كملك وهو أراد ذلك ليعلن أنه هو فعلاً الملك ويعلن ويعلن ما هي مبادئ مملكته ودستورها ويعلن أمور كثيرة للذين قلوا يقبلوه والذين يرفضوه أيضاً فنجد أحداث كثيرة بترتيب إليه عبير لم تحدث صدفة والعطباط والعطباط قبل ما يدخل يقيم العازر من الموت بعد أربعة أيام وهو تعمل أن يطرق العازر كل هذه الفترة لكي نرسل تقول له لو كنت هامنا لم يموت أحد وهو بعيد تنعاد وقال التلميذ العازر حبيبنا قرنام وأظهر وأوكزهم كانت التلميذ فيهمهم قطير ودي كانت تحكمة إلهية لكن كل هذه الأحداث ما كانتش للتلميذ فقط لكانت لينا وكل البشرية على مدى التاريخ عشان تبحكي ويتعرف كل حاجة بالتفصيل فيقيم العازر بعد أن أمتن ليعلن أنه جاء ليصحق الموت أقوى عدو للإنسان الموت الإنسان بيقدر يتحب كل حاجة إلا الموت دوات إلا الموت دوات ما حدش بيقدر يوى بقصده أبدا أعظم الملوك العباطرة مهما كان الجاه والسلطان والقوة إلا أن الموت يجي لا أحد يكهره ويفقد الإنسان كل شيء ويتساوى الجميع بالموت وهو الذي حكم به على الإنسان ولكن جاء النسيح ليظيمنا فهنا أقام العازر وده إشارة والعلان لما سيجمّنه بصورة أكبر مش مجرد بقى الموت البعض الموت لأنا ده يريد أنه لسلطان أن يقيمنا مات أحد من آمن لي ولو مات فسيحب فلما أقام العازر بعد أربعة أيام طبعاً حدث لم يحدث من قبل من له هذا السلطان؟ من هذا؟ وعلشان كده خرج كل الشعب باستقباله عشان يشوفوا من أقام العازر ويروا العازر اللي قال جرهان القيامة وحسب التقليد أن العازر هو اللي كان جارب الجحش هو اللي سحبه داخل فخرجوا يهدفوا وصنّى في الأعالي وصنّى ملك إسرائيل مباركة هي مملكة أبينا دهود أدراكوا أن هذا هو الملك الذي جاء اللي يخلصهم ولكن كان فكره مطاصر ما زالوا مقعلكين بالأرض ظنّوا فقط أنه جاء ليخلصهم من حكم الرماء في حين أن أعلم لهم في دخولهم معاني كثيرة وأن مملكته ليست من هذا العالم ومبادئ هذه المملكة تختلف عن مبادئ هذا العالم شعاراته فأول حاجة دخل راكب على القتان وجحش ابن قتان راكب على القتان الأول وبعد كده الجحش والجحش ده كان في نظر اليهود نابس وكان يشبه الأمم بالجحش فهو هنا يعلن يعلن إذا كانت القتان المدربة على الركوب تشير لهم اليهودية المدربة على الشريعة والنموس فهو ركب القتان الأول وبعدين سبه وركب الجحش عيسوا لإيه يا رب ولأنه جاء إلى خصته وخصته لم تقبلوا أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان يصيروا أبناء الله يشير لقبوله الأمم اللذين هم أنجاز بنظر اليهود جاء ليعلن أنه ملك ولكن ليس ملوك كم ملوك الأرض فهو ملك وديع ومتواضع ملوك الأرض يدخلوا ركبين خير وحصان بحصان معظم ورباء متقبر لكنه دخل وديعا وقال الوديع والطواضع الطوبة للوديعات لأنهم يرسون الغالد وأعطى مثل عملي لمفهوم الوديع فروح أنه دخل وديع والطواضع وركب على جحش لكن دخل بكل قوة طلد بعض الحمام وقلب مواقبهم مواقب السيارة في ناس أحياناً بنقصها الحكمة في فهم الفضيلة عشان كده القديس يحن الزهبي الفم يقول لي ردد أمور ودعتك نفهم معنى الودع صح ردد أمور ودعتك بحيث لا تكون أسداً في الدفاع عن قضية خاصة ولا تكون حملاً في الدفاع عن قضية عامة لا تكون أسداً في الدفاع عن قضية خاصة ولا تكون حملاً في الدفاع عن قضية عامة الواحد من الفضيلة أن يكون وديعه متسامح فيما يخص هو شخصياً لكن فيما يخص غيره فيما يخص الله وفيما يخص الأمور العامة ما ينفعش الواحد يكون وديا لازم يكون ملك عاد الحق وده الكتاب قاله الملك بيحمل السيف عبساً ده الانتقام من فعاد الشار وده العمل لما أجيح الضلطة مؤلس كنت قد تخلمت رضياً فشل علي الراجع وإن كان حسن فلماذا طلطني دنيا مش مقاشاً وده الكتابيس غولس عامة والتلاميس لما أغينه رجعوا فارحوا لأنهم حصوا وأهلاً أن يهانوا من أجل اسم النسيح ولكن رغم ذلك رغم الفرح أن الواحد يهان من أجل اسم النسيح لكن لا يغرق حقه اللي المجتمع والقانون تفلوا له فهل إلى قيصر أنا رافع بعوائد فمن حق الإنسان أن يدفع الشر عن نفسه ويطلب حقه ولكن بطرق مستقيمة فهذه مبادئ المسيح الملك داخل ليعلنها لما استقبلوه استقبلوه بأقصان الزيتون والزيتون يشير للسلام ودي من مبادئ المملكة المسيح بحيث أن يقول لمن ينضم لهذه المملكة ويريد أن يتمتع بكل الحقوق اللي لي فيها لابد أن يلتسم بدستورها زي أي دولة اللي يلتسم بالدستور والقانون ينعم بكل الحقوق اللي اللي هي في البلد لكن اللي يخانف القانون والدستور يقع باحتك طائلة القانون والحب فهنا المملكة بتاع المسيح له المجد اللي ينضم لها لازم يكون إنسان صانع سلام وده اللي أشر ليه أقصان الزيتون طوبة لصنع السلام لأنه أبناء الله يضعوا وده بيمثل أو يصر أولاد الله إنهما صانعي سلام عايشين في سلام سواء سلام مع أنزوتهم سواء في بيوتهم بين أسرتهم سواء وسط الجراء سواء وسط المجتمع صانعي سلام من علامات أولاد الله ومن ثمر الروح القدس أما ثمر الروح فهو محبة فرح السلام فللله عكس كده يؤمن ثمرهم تعرفونهم في ناس يرفضوا السلام نقدروش يعيشوا بسلام تبصت للي يعني بيوتهم مكهربة لكن من علامات أولاد الله المنتمين لهذه المملكة أنهم يكونوا صانع السلام أعلم من ضمن مبادئ مملكته أما استعافلوا بإيه؟ بأقصان النفل النفل العالي اللي هو يقول الصدين كالنفلة يزهو قولا ربنا دايما محلقين في السماويات أما سيرتنا نحن فهي في السماويات نظرين لفوق دايما النفل العالي لأن دي واردوا من السماويات أولاد الله المنتمين لهذه المملكة طوب العالي القلب لأنهم يعينوا الله بدون رقاوة قلب ربنا ما يسكنش في القلب اللي مش ناطي يكون ناطي من كل شرق ومن كل كل عشان يقدر يعين الله طوب الأمضيات القلب لأنهم يعينون الله أي حاجة تعكر هذا النقاط كأنها حاجة بتحدي بالرؤية شوفوا كده لما يكون فيه سائل ناقية أو زجاج ناقية تبص تلاقي إيه؟ اللي رؤية واضحة واحدة دا اللي يشوف كويس لو النظارة دي يجي عليها شوية حاجات غي كده غبار ولا يعني أي حاجة ما يعرفش يشوف كويس وفي اللي عايز يعين ربنا ويشعر موجوده في حياته ويستمتع بيه وبسقناه فيه لازم دايماً قاله يبقى ناطي حتى لو دخل فيه حالة يلحق بسرعة يمندفها بسعف النهل مستقيم وحالة بسكايل ورأة أشوفه جاي إزاي يعني كده مفاش عودات استقامة ان طرك الرب مستقيمة ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا ما فيش كده وكده الاستقامة يقول لك هذا إنسان مستقيم عدل أحيانا في اللوهجات عم يقول لها إنسان ايه عدل كده على طول ودي من سماة أولاد الله بيبقوا محلة ثقة الناس مع العشرة تصد فيهم وفي كلامهم كلك دول ما ديفدوهش كلناس دغري وقصص الحاجات يبقى مع العشرة فتخلي حتى لو في الإنسان له عاده يحترق لأنه إن أردت الرب طرق الإنسان جعله حتى عاداه يسلمونه إن بيجوا وقت جاد ويقولوا لا هو ده اللي نصد فيه الله يقول نعم هي النعم لا أهيب ألأك ترك الرب المستقيمة فالمسيح له الملك دخل بكامل إراداته ليبلك على الصريب ليبلك على الصريب واسطوب في الحياة ملك وعشان كده الدورة بتاع الصبح مرتبطة بدورة الصريب وعيد الصريب نغمة فرقية خاصة بتسميها كده الشمامسة مش تقول لك لحنة شعنينة ارتباط أحد الشعنين بالصريب والتهلبه قبل كده كتير لأن الرب ملك على خشبته صار الصريب هو العرش الملك فدخل اللي يملك على الصريب ولكن دخل ويعلن مبادئه ودستور مملكته أنها ليست من هذا العالم وأن مملكته قوامها الحب والبذل والسلام والنقاء والاستقامات وكل من يريد أن ينعم بالبيازات وبحقوق هذه المملكة لابد أن يبتزم وينقصد بهذه المبادئ الله قادر أن يملك بالكادر على قلوبنا ويمتعنا بانتمائنا لهذه المملكة السماوية لتكون حياتنا وصيرتنا هي السماويات لعلمة الدائم لأجطر لعلمة الدائم لأقوال ميلاً من بروة والأمسال كما تنهبت زكريا وطار تبوى عديس بحرس ترجمة نانسي قنقر